بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أهلا بكم أبناء الطلاب والطالبات في درس اليوم مادة رغتي للصف الثالث تهيلي فكري بمشاهدة الله اليوم سنتابع دروسنا حول كيفية التقديم للوظيفة ما هي الوظيفة كيف نقدم على الوظيفة ما هي الأشياء المطلوبة منا عندما نريد التقدم للحصول على عمل أو وظيفة معينة لكن أريدكم أن تلتزموا بتعليمات الدرس يجب أن نخصص مكانا هاديا به ضاوة تهوية مناسبة للدراسة أن نكون هاديين قدر استطاعتنا في المتابعة مع المعلم أيضا نحاول أن نطبق المهارات التي نتعلمها في الحصة حتى نثبت هذه المهارات ونتعلمها بشكل صحيح وشكل جيد ذكرنا في الدروس السابقة أن نقصد بالوظيفة هي العمل أو المهنة هذا العمل أو المهنة يكون له متطلبات وإجراءات خاصة نهاية الشهر نأخذ راتب شهري على هذا العمل إذن الوظيفة عمل أو مهنة منظمة لخدمة المجتمع مقابل أجر شهري ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الوظيفة عمل نقوم به أو مهنة نعمل فيها هذا العمل أو المهنة تكون منظمة مش معنى منظم؟ يعني مثلا أنا اليوم بروح الدوام أنا أعمل في مكتبة مثلا طيب أعمل في مكتبة الحي مصفف للرفوف داخل المكتبة طيب هذا هو العمل ما معنى منظم؟ أي أن هذا العمل له وقت للبدء ووقت للانتهاء يبدأ العمل في المكتبة الساعة الثامنة صباحا ينتهي العمل الساعة الثالثة عصرا هذا هو تنظيم العمل طيب داخل المكتبة ما هو العمل الذي أقوم به؟ أول ما أدخل المكتبة أقوم بتجميع الكتب تقسيمها إلى مجموعات الكتب العربية في مكان قصص الأطفال في مكان أقوم بتمسيح الرفوف هذا هو معنى عمل منظم طيب وش الفائدة من هذا العمل؟ ما هي الفائدة منه؟ لماذا أقوم بهذا العمل؟ لخدمة المجتمع لو جاء شخص إلى المكتبة يريد كتاباً في اللغة العربية أقوم بتوجيهه إلى قسم اللغة العربية لو جاء شخص آخر يبحث عن كتاب قصص أطفال أقوم بتوجيهه إلى القسم المناسب لكتب قصص الأطفال إذن أنا قدمت خدمة للمجتمع طيب هذا العمل هو مقابل أجر شهري أي مبلغ من المال آخذ في نهاية كل شهر حجري أو ميلادي بالاتفاق مع صاحب العمل إذن هذه هي الوظيفة هذا ما نقصد به وظيفة عمل أو مهنة هذا العمل أو المهنة منظمة لها تنظيم قواعد خاصة بها أنظمة خاصة بها لخدمة المجتمع مقابل أجر شهري طيب البيانات الرسمية التي نحتاج تعلمها أثناء التقدم لوظيفة لا بد أن نكون قادرين على أولا التعريب بأنفسنا لأنه عندما نتقدم إلى وظيفة نحتاج إلى شيئين الشيء الأول أن نعبئ شيء اسمه السيرة الذاتية تعلمنا في الدروس السابقة كيف نكتب هذه السيرة السيرة الذاتية مهمة جدا لماذا؟ لأنها تخبر صاحب العمل عن إمكاناتنا قدراتنا تعرف بأنفسنا بشكل صحيح لصاحب العمل الذي نريد أن نعمل عنده مهم أن نتعلم كيف نكتب بياناتنا الرسمية بياناتنا الرسمية نحصل عليها من مكان رسمي أيضا ما هو المصدر الرسمي للبيانات الرسمية؟ بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر هما المكانان أو المصدران المناسبان للبيانات الرسمية طيب إيش البيانات الرسمية اللي يحصل عليها من بطاقة الهوية الوطنية الاسم رقم الهوية تاريخ الميلاد مكان الميلاد لكن اللي يحتاجه في السيرة الذاتية هو الاسم وتاريخ الميلاد رقم الهوية ما أقوم بإضافته في السيرة الذاتية طيب يعني ممكن أن يحتاج الهوية الوطنية عندما أتقدم إلى عمل سيطلب مني صاحب العمل نسخة من هويتي الوطنية قم بتصويرها وإرفاقها مع السيرة الذاتية لكن خلال كتابتي أو تعبئة بياناتي في السيرة الذاتية لا أقوم بإضافة رقم الهوية أضيف فقط الاسم وتاريخ الميلاد اتفقنا كذلك مهم جدا أن نعرف أن هذه البيانات والمعلومات هي معلومات رسمية معلومات خاصة ومعلومات حساسة جدا لا يجب أن نشاركها مع الآخرين بدون ضرورة يعني ما ينفع أخذ بطاقة الهوية الوطنية وصورها بالجوال ثم أرسله في مواقع التواصل الاجتماعي لأن هذا غير آمن للشخص ممكن أن تستخدم بياناته في شيء غير آمن له لا بد أن أستخدم بطاقتي في المكان المناسب الخاص اللي أتأكد أن هذا المكان رسمي مكان جهة عمل رسمية وقدم لهم بطاقتي لأنها تحتوي على بيانات رسمية خاصة بي إذن لا بد أن أستخدم بطاقة الهوية الوطنية في الأماكن المناسبة الخاصة بالاستخدام الرسمي فقط أيضا لو شارك بطاقة الهوية الوطنية مع أشخاص لا أعرفهم إما خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو أعطي بطاقة الهوية الوطنية شخص لا أعرفه لأن فيها معلومات حساسة يمكن أن تستخدم بشكل غير صحيح إذن هذه البيانات ممكن أن نحصل عليها من بطاقة الهوية الوطنية طيب ممكن أن نعمل تدريب منزلي أنا عملت لكم هذا الجدول هذا الجدول أريد منكم أن تقوموا بتصميم مثلي في المنزل إما بالتعاون مع أحد أفراد الأسرة أو قوموا بتصميم بأنفسكم يحتوي هذا الجدول على أربع أماكن لكتابة البيانات أول شيء الاسم الثلاثي أو الرباعي كما هو موجود في بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بكم أولا الاسم سواء كان ثلاثيا أن يتكون من ثلاثة أسماء أو رباعيا أن يتكون من أربعة أسماء تاريخ الميلاد مكان الميلاد ورقم الهوية هذا الجدول أريد منكم أن تعملوا مثله في المنزل ثم كل طالب وطالبة يأخذ بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به ويستخرج هذه البيانات من بطاقة الهوية الوطنية هذا التدريب سيساعدنا في كيفية استخراج بياناتنا من بطاقة الهوية الوطنية واكتبتها بالشكل الصحيح الاسم تاريخ الميلاد مكان الميلاد رقم الهوية لكن مهم جدا أولا أن نكتب المعلومة في المكان الخاص بها يعني الاسم أكتب هنا أمام الاسم طيب تاريخ الميلاد سأكتب في هذا المكان مكان الميلاد سأكتب في هذا المكان طيب رقم الهوية سأكتب في هذا المكان أيضا من المهم جدا أن نكتب بخط واضح تكون المعلومات صحيحة مثل ما هي موجودة في بطاقة الهوية الوطنية نقوم بكتابتها في هذه الورقة حتى نتعلم كيفية استخراج بياناتنا من بطاقة الهوية الوطنية إذن التدريب كالآتي نأخذ ورقة بيضاء نأخذ المسطرة والقلم نقوم بعمل مثل هذا الجدول ثم أطلب من والدي أو والدتي أو أحد أفراد العسرة أن يساعدني في استخراج بياناتي من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بي وأقوم بكتابتها في هذا الجدول ستلاحظون بعد انتهاية التدريب أنكم استطعتم أن تقوموا بكتابة بياناتكم الرسمية من بطاقة الهوية الوطنية بشكل صحيح طيب لديكم في الكتاب هذا التدريب يريد أن نكتب ما تعلمنا عن البيانات الشخصية هذه البيانات أيضا في هذا التدريب ممكن أن نقوم بحله وتعلم كيف نكتب بياناتنا الرسمية أيضا هذا التدريب موجود لديكم في الكتاب موجود لدينا الاسم كاملا العمر تاريخ الميلاد هويتي يقصد بها رقم الهوية مدينتي يقصد بها المدينة التي نسكن أو نعيش فيها إذا لدينا كم هنا كم فقرة يريد أن نعبئها واحدة اثنتان ثلاث أربع خمس بعد انتهاء هذا التدريب سأحصل على خمس معلومات أساسية رسمية خاصة به أول شيء الاسم كاملا الاسم كما هو موجود في بطاقة الهوية الوطنية وجواز السفر أقوم بكتابته في هذا المكان طيب طبعا هذا التدريب فقط هذه المعلومات فقط للتعليم والتدريب طيب نقوم نحن بكتابة بياناتنا الخاصة بنا اتفقناه نكتب اسمنا الكامل أمام الاسم كاملا كما هو موجود في بطاقة الهوية الوطنية العمر تذكرون في الدروس السابقة قلنا ممكن أن نتعلم من معلم الرياضيات عملية حسابية نستطيع من خلالها معرفة عمرنا الزمني الذي نعيش فيه ممكن أن نقوم بطرح تاريخ الميلاد السنة وتاريخ ميلادنا السنة التاريخ الميلاد من السنة التي نعيش فيها الناتج سيكون العمر الزمني الخاص بنا ممكن أن نتعلم هذه المهارة مع معلم الرياضيات طيب تاريخ الميلاد أيضا نحصل عليه من بطاقة الهوية الوطنية هويتي موجودة في بطاقة الهوية الوطنية مكتوب الرقم الرقم نقصد به رقم الهوية طبعا كل هوية كل مواطن له هوية يختلف رقمها عن رقم الهوية الاخرى يجب أن نقوم بحفظ رقم هويتي كذلك كما ذكرنا لا نستخدمه إلا عند الحاجة والضرورة وفي الأماكن الرسمية فقط طيب المدينة هي المدينة التي نسكن فيها المدينة الموجودة في بطاقة الهوية الوطنية هي مكان الميلاد أي المكان الذي ولدنا فيه ممكن أن يكون مكان الميلاد هو نفس المدينة التي نعيش فيها الآن لكن قد يختلف مكان الميلاد عن مكان المدينة التي نعيش فيها يعني ممكن أنا ولدت في مدينة جدة لكن الآن أنا أعيش في مدينة الرياض أولدت في مدينة الخبر وأعيش في مدينة عرعر إذن أنتبه لهذه المعلومة المدينة الموجودة في بطاقة الهوية الوطنية هي مدينة الميلاد أي المكان الذي ولدنا فيه ممكن أن يكون المكان الذي ولدنا فيه هو نفس المكان الذي نعيش فيه الآن أتأكد فقط من هذه المعلومة إذن لدينا الاسم كاملا العمر تاريخ الميلاد الهوية المدينة طيب هذه البيانات مهمة جدا عندما نريد أن نصمم بطاقة السيرة الذاتية سأريكم إياها الآن سأريكم الآن ورقة تحتوي على مجموعة من المعلومات هذه المعلومات هي ما نسميها بالسيرة الذاتية التي نصممها عندما نريد أن نتقدم على وظيفة لاحظوا هذه الورقة أمامكم تحتوي على مجموعة من المعلومات معلومات اتصال شخصي معلومات الدراسة معلومات الخبرات السابقة الأماكن التي قد سبق ونعملنا فيها وكثير من المعلومات موجودة في هذه الورقة هذه السيرة الذاتية لا بد أن تكون المعلومات الموجودة فيها معلومات صحيحة تخصنا حتى نقدمها للمكان الذي نريد أن نتقدم للعمل فيه طيب وش السيرة الذاتية؟ هي بطاقة تعريف اللي هي الورقة اللي ورناها قبل شوي اللي شاهدناها قبل قليل بطاقة تعريف يظهر فيها المتقدم قدراته خبراته بياناته ويقوم بإرسالها لجهات التوظيف إذن هي عبارة عن ورقة هذه الورقة تحتوي على الكثير من المعلومات الخاصة بنا عندما نريد أن نلتحق بعمل لا بد أن نقوم بإعداد مثل هذه الورقة لماذا؟ حتى نعرف الآخرين عن أنفسنا بشكل صحيح أريد منكم أن تقوموا في الكتاب هناك تدريب في الكتاب عبارة عن سيرة ذاتية قوموا بتعبئة هذا التدريب حتى هذا هو التدريب عبارة عن نموذج لسيرة ذاتية أريد منكم أن تقوموا بتعبئته يحتوي على مجموعة من المعلومات الأولى المعلومات الشخصية في المربع الأول ستجدون الكثير من المعلومات الشخصية الخاصة بكم الاسم تاريخ الميلاد مكان الميلاد هذه كلها موجودة وين؟ في بطاقة الهوية الوطنية الحالة الاجتماعية الجنسية رقم بطاقة الأحوال أي رقم بطاقة الهوية الوطنية طيب الموهلات التعليمية أي الشهادات التعليمية التي حصلنا عليها ممكن أن نضيف شهادة الثانوية التي سنحصل عليها بعد انتهاء هذا العام الدراسي إن شاء الله الخبرات العملية يقصد بها الأماكن التي سبق وأنعملنا فيها طبعا إذا كان ما يوجد لدي خبرات عملية أكتب لا يوجد المهم أني ما أضيف معلومة غير صحيحة طيب أتأكد من أن المعلومات صحيحة وتخصني فقط حتى أكون قادرا على التقدم للوظيفة بشكل جيد أتمنى أبناء وبنات الطلاب أن تقوموا بحل هذا التدريب تدربوا على كيفية كتابة سيرة ذاتية خاصة بكم أتمنى أنكم استفدنا من الدرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته